وهو للطبيب والكيميائي ومؤرخ العلم المتواضع جون وليام دريبا اسمه تاريخ الصراع كونفلكتات مش الحرب تاريخ الصراع بين العلم والدين وهذا الرجل ذكرت لكم في محاضرة عن تطور ربما كان احد الذين حضروا الدبيت او النقاش المشهور بين اسقف اوكسفورد سامويل ويلبرفورس وبين توماس هنري هاكسلي البلده بتبعت دارون كان حاضرا يومها حاضر النقاش وذكر هذا في كتابه تاريخ الصراع وعيرهم بالحالة الاسلامية وهذا شيء جميل عيّرهم قالوا ما شاء الله علينا في بريطانيا العلم والحداثة وكذا وفي القرن التاسع عشر قرن علم كبير كان سبحرت فيه الفيزياء والكيمياء وكذا كان مشوفوا حالهم لغاية انه يعني مع بداية القرن العشرين ظنوا ان الفيزياء لم يكن لديها شيء لتضيفه والاضافة كلها كانت بعد هيك قال لك انتهينا من كل شيء خلاص احنا انتهينا بلغنا سخف العلم او قعر العلم فكانوا شيء في الحالهم يعني في القرن التاسع عشر وقال لهم لسه بنتناقش ضد الحقيقة الواضحة انه في تطور وترقي وفي تغير في الكائنة الحية بما فيها البشر المسلمون قال لهم من زمان زمان قبل مئات السنين قرروا هذه الحقيقة ها وايه وظاهروها ما يخذوا معلومات عن اخوان الصفا والجاح وابر خلدون ومسكا وايه اللي كلهم ايدوا تطور على فكرة وقال لهم انا ادعو هذه النظرية نظرية ايه الافليشن تيري ادعوها بالنظرية المحمدية فاذا لديك ايه عملان خلاسيكيان مشهوران جدا لا اقول دشنا لكن ايش اكد وعزز نموذج الصراع بين العلم والدين وظل يترجمان ويستشهد بهما في المحافل وفي الدراسات وفي الابحاث وفي المناظرات قصة